سجل ماسا سجل ماسا من الحوادر العلمية واللي برزت فيها نخبة من العلماء والفقهاء واللي انتشر العلم ديالهم في كل ربع المغرب وغيره من البلدات الإسلامية وفي الشرق ديال سجل ماسا كان قصور الغرفة أو مشيخات الغرفة واللي كانت معنارة علمية ومنبعا للعلماء والفقهاء يلسج لمع الساعة نادر السلام عليكم ومرحبا بكم معي اليوم في الجزء الثاني من الجولة اللي كان ديرو حول قصور الغرفة في الجزء الأول هضرنا فيه على قصر أولاد بيدلة قصر تاوغرد قصبات الحاجل العشمي قصر تغدوين هضرنا على التاريخ ديالهم ومشي للشناعهم وشناح تطلحها عدير ديالها دقوقت الرابط الحلقة ستجدها في صندوق الوصف لا تنسى ما ستضع الأول ورخصكم تفرجوا الجزء الأول لكي تفهموا بعض الأمور على قصور الغرفة عامتها الجولة ديال اليوم ستدينى ما بين حضان قصور تاريخية وكبيرة وعريقة في القصور المشيحات الغرفة والتي تخرجوا منها علماء وفوقها ومقاومين كبعاء قبل ما يبدو الفيديو لا تنسوا اشتركوا معناه في القناة ايضا ترجم الى الفيديو دعونا تعليقين بحالكم وما تنسوا اشتركوا الفيديو معاشي غرفي صاحبكم لتعرف على تاريخ صور البلاد نعم اليوم المنزل 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 هذا هو مدعوري يقول مدعوري يقول أحد مدعوري أسرعه أجل تكتبها هنا يناموني عبد الرحمة يناموني على ذلك هنا يقولون موليع الرحمة يقولون غير مقدم قمت بامك كنت على عندهم أحد معدقاء غار مكديم غار مكديم نعم لقد أطفل الدول العقل على القرآن المنظم مزيدة المنظم مزيدة وعندما أحسن المنظم مزيدة والفضل مزيدة فهذا كانت عادي مزيدة قد تتحرك مزيدة قد يتحدث في موقع وعندما كان الوقت فهنا يبقى أصدقى ذلك فعلهم مزيدة وقلت له حجّة بالله أهل ما مجد واجّة جديد يعني أنه يقولون من صفقنا وما أهل أمسي فيه يقولون أنه تنقل عدنا وها تنقل عليها يقولون أنه ينتهي لدينا ودينا ويجاو شو حدو صحاب الفان قالوا أنه صغ وفي قلت من صفقه يتعرضون أن تكون عزيزة أبقائتكم بشأن؟ أي وهو المهم فلسيتنا وأيضا أن يقفون أن تقسلوا لقد قفلوا مجد وطريقة ونسلوا على الناس كي تعتبر قصر MCV العاصمة العلمية القصور الغرفة والتي اعطتنا العديد من العلماء والفقهاء من بينهم محمد بن طيب التهامي محمد بن البخوت وأيضا الشخصيين لأي واحد في قصر MCV دوتي مع العلماء والأولياء الصالحين تمك كي يقول لك عبد العزيز المغراوي واحد من الأولياء القصر المعروف هنا والبركاته والجود والكرمه وأيضا التصوف العلمه موسيقى نحن هنا في القبر من السيدة وصلنا إلى القبر سيدة عبد العزيز المغراوي اللي هو هذا كي ترونه كان عليها هذا الحائقين هنا هذا الحائقين هنا هذا هو الأولى للطاقين لسيدة عبد العزيز المغراوي وعطوا معلومة بأن السيدة عبد العزيز المغراوي قويا هل تكون مزالة؟ تقريبا 80 عبد العزيز المغراوي 80 عبد العزيز المغراوي هل تكون محمد المياه بحالك؟ كيف تكون مياه؟ يضع المغراوي لكن والسي survived 80 عبد العزيز المغراوي 80 عبد العزيز المغراوي 90 عبد's عن 10 عبد العزيز المغراوي المغراوي واخر وزن وج Likewise الإطلاق معنا basis سيد اب hides فضع وج ب external nem الÜND TO الільки فضع هل هذا الشرفاء العلوي الذي كان هناك تبنيه في غرفة؟ في غرفة هل هذا دور سبعين ملي سماعي هل هذا هو القصب؟ مليعلي مليعلي هذا هو قصد دار مليعلي داخل قصبات مليعلي أو قصبات حملي بالقصور للغرفة هذا دار هل أحد من الشرفاء العلويين الذين كانوا ساكنون في هذا القصر هل ترى كيفية؟ ترى التاريخ ترى كيفية تقويسة هنا في فوق ترى كيفية الأطار يرد ما يبقى هنا نحن نتعمقون في غرفة ونحن نتكتشفون حوايج حوايج خريه سبحان الله هذا صلي عن بري صراحة ما أخدتش فيه واحد للوقت طويل ما أخدتش فيه حتى الصور كتير ولكن اللي عرفت بأن هذا هو القصر ديال العلامة الجاليين سيدينبارك بنو عبد العزيز والني مات بسبب الطاعون سنة 1670 ميلادية وتم دفنه بالزاوية ديالو تماك في العمري وهو تعتبر واحد من الأعلام في القصور الغرفة وأعلام قصور منطقة تفيلة إن شاء الله سوف نرجع له تفصيل في فيديو خاص به في البرنامج للأعلام تفيلة في القصور الغرفة حتى الآن أعطيتنا قصر أم السيفي وهو قصر عامر أيضا قصور مهجورة في القصر تغدوين وقصور لقلال فيهم من الناس أو لا فيهم قلة من العشرة للعوائل واحد من المثال هو هذا وهو قصر أولاد عبد العقادة هذا القصر عائلة فيه كثيرا وفشوصنا القصر الأم السيفي لقنا بكثيرا واحد قصور تقريبا حاصلنا بكثيرا ليس لم يكن لهم الكثيرا بحث كثيرا أيضا قصور جميعا جميعا قصور قصور قرابة من المثال كثيرا تقريبا وداعا مائة متر كان من المثال من المثال من المثال هذه الأم السيفي هنا كانت لدينا واحدة وقفة استراحة منها أخذنا معلومات عن الحجب وأيضاً ما هو المتحف سبب الله أحد المتحف لديكم داره وردوني واحد المتحف ركين بقصر أم السيفي غير وصلوا إلى القصر أم السيفي وصلوا إلى دار الحج بريكي كل شيء سيديكم الثلاث من والذي يمشى يوصل إلى إسلامنا تبقى لدينا حاجة تبقى لدينا حاجة تقليدي لدينا حاجة تقليدي لدينا حاجة محتفظة بها ولكن هذه محتفظة بها ينابجة القانتات يسمعها ويسمعها الناس كلهم على الأصلة وعلى الهمة لديهم لديهم شكراً شكراً لدينا حاجة مجد الله يلاعظمكم لديهم مجدد وقالت وقالت أخبرت رضي يوجد اين مجدد وقالت من مجدد الله يرحم الوالدين الله يرحم الوالدين انتقفتنا في البلاد والتاريخ الوالدين سعب جديد خمال داعر وبرنا الناس اللي يخصون يقولون دورنا القصور قال لي قرب الأم سيدي ولينا شكرنا بزرق على دعوة ساعدة الله يلاحظك الله يساعدك الله يرحم الوالدين هادي هي المتفيدي القصور الغرفة والناس محمد كانت يشرح لي للأسف الصوت جا ضعيف بزاف لأن الكاميرا كانت بايدة علينا والتليفون لي وعندما كانت يقول لي بأن هذه المتفيدي يلعبون في الناس في الغرفة أو القصور في الغرفة يدعون فيها الدوريات المشتركة المناسبات والآل أما الزمال كانت عبارة عن خزان المياه فكانت يجي المادي للحمل أو يجي المادي للصد كانوا يعمروها ويستغلوا المياه ديالها في الحياة اليومية أعتقد أن القصور الغرفة كانوا يستغلوا المياه ديالها كم تفيدة كم تفيدة مرحبا بكم في قصر جديد أو القصر المركز للقصور الغرفة يقول ابن سكاك في نصح مولوك الإسلام لأن هذا القصر الغرفة تؤسس في القرن 13 ميلادين وموافق القرن السابع يجيب يعتبر هذا القصر من بين أو المركز للقصور الغرفة والذي فيه البريد أيضا فيه سبيطة وأيضا فيه تنم دراسة يعني أن المرافق قريب من هذا القصر قصر الجديد كانت فيه واحد ساكنة متنوعة من أجناس وأعراق مختلفة ونقدروا يعتبروا هذا القصر هو العاصمة السياسية والاقتصادية في نفس وقت القصور الغرفة حيث كان فيه رواج تجاري كبير وفلاحي أيضا ومنه تصدرات من الجموع من المنتوجات لخارج البلاد من بينها الطنور القمح والشعير والكمون وغيرها من المنتوجات الفلاحية قصر قصر آسرغين من بين القصور للغطا ومن تحكي بل القصور فم الغطا قصر آسرغين حسب الرواية الشفوية ما بين القرن السابع والثامن يجري وتعرف القصر بطراثه ثاقاته والدين حيث تتخرج منه عدد كبير من حافظة القرآن الكريم وأيضا العلماء وفقه قصر آسرغين ومن مستحقين قصر آسرغين ومن ثم الأمر عدد كبير في قصر لأنها مازال ساكنة بنا قصر العلماء قصر من فقه وقصر من أم وهنا أصل لأنها وتحكيل أو صنع ومشارط يمكن أن يكون الكثير من المساجد في مطاقة سفيدة صراحة جميعهم كتبين على شخص ونقضون ونقضون الله يرحمه الله يرحمه والدين الله يرحمه قصر أولاد بيد الله ذات الانطلاقة دينا حول التعرف دينا والجولة دينا على قصر الغرفة ونحن نسألكم صراحة قبل أن نسألكم يشكر أكثر واحد هو سيمو حمد سيمو حمد سيمو حمد سيمو حمد سيمو حمد هو الذي قدرنا الجولة في القصر الغرفة والمساعدة دينا سيمو حمد سيمو حمد سيمو حمد كان شكره جميعهم والجولة دينا سيمو حمد ونأخذها ونسأل شكرا لكم سيمو حمد سيمو حمد شكرا لكم سيمو حمد ونسأل سيمو حمد 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 إلى اللقاء